بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الاول من الفصل السادس لمقرر نظم التشغيل الفصل ده يا جماعة بتكلم على موضوع اسمه الفيرش والميموري او الزاكرة الافتراضية طيب نشوف مع بعض هناخد ليه في الفصل هنتكلم عن background مقدمة كده وخلفية عن الموضوع والدمومت بيجينج وهنتكلم ان شاء الله عن البيج لبريسمينت الالجوريسمس اللي هو اف اي اف او والاوبتيمال والل اريو وهنتكلم ان شاء الله على الالوكيشن اوف فريمز وموضوع سراشنج ويه اوبريتنج سيستم اكزامبلز طيب نتكلم مع بعض ونقول مقدمة بسيطة جدا نقول خلي بالك احنا كنا بنتكلم في هه الافصول اللي فاتت على الميموري مانجمنت على ادارة هه الزاكرة طيب وكنا بنقول ايه في ادارة الزاكرة كنا بنقول ان احنا كل غرضنا ان البرنامج وان اليوزر يشوف الميموري وكأنها تتفاعل معها وكأنها ريلابول معها ريلابول يعني مارينة معها هو يديلها ايه البروزز وهي تخدم البروزز اللي جاي لها جميل طيب تخدمها ازاي تقعدها في اماكنها عشان يحصلها اكسيكيوشن وتوفرها اماكن في الزاكرة طبعا اللي كان حلقة الوصل اللي ما بين اليوزر وما بين الميموري كان مين كان اوبريتنج سيستم وهو اللي كان بيننظم الموضوع ده وبنقول بيعمل ايه ميموري مانيجمنت وكان له تقنيات كتير احنا خدناها مع بعض وبفكرك بيها كان بيعمل كونتيجياس ميموري ألوكيشن مظبوط والبيجينج والسيجمنتشن كل ده جماعة شايفين مع بعض كونتينيوس ألوكيشن والبيجينج والسيجمنتشن كانت احد الوسائل والاساليب لنظام التشغيل عشان يعمل ايه ادارة للزاكرة طيب انا بس باديك مقدمة وبفكرك باللي حصل قبل كده جميل طيب ما تنساش ان كانت ايام ها ما كنا بنعمل ادارة للزاكرة كان بيبقى فيه انستراكشن واحد بس كان بيتنفس تحت التنفيذ مش كده فانقول كده at any given time only one instruction is being executed معايا جميل جدا طيب وكمان ما تنساش ان في ايام البيجينج لما اخدنا البيجينج مع بعض كان برضو ها one instruction page is required يعني مطلوب بس يحصل ايه ها ان احنا نحمل required page بس instruction page واحدة بس نحملها فين في الفيزيكالموري ايه only one instruction page is required to be in a physical memory خلي بالكوا بقى جماعة فيه نقطة مهمة جدا هل البروزيز اللي عايزة تتنفيذ دي شرط ان كل البيجيز اللي جاءه المنقسمة منها اللي ها البيجيز مثلا وان و two و three و four يكونوا كلهم في الفيزيكالموري اثناء التنفيذ طيب ده صعب جدا مش كده اه تخيل كده عندك بروزيز فيها مثلا على سابق المثال 20 بيجيز 30 بيجز 40 بيجز لازم البيجيز اسناء ما البروزيز تتنفيذ لازم العشين كلهم يكونوا موجودين طيب افرد احنا عايزين يكونوا موجودين بس ازاي كيفية خدمة البروزيز طيب المشكلة ده وقت عندنا بروزيز قدامك عايزة تخدم معايا وعايزة البيجيز كلها بتاعتها تتحمل في الفيزيكالموري ليه ها عشان تتنفذ طيب هل نقدر ان احنا نخدمها كلها في آن واحد في وقت واحد ولا ممكن تقابلنا مشاكل بسيطة اه طبعا ممكن تقابلنا مشاكل ايه هيا مثلا بيجيز عايزة تقعد في فريم ومش لقيلها مكان نعمل ايه مشكلة صح طيب حلولها موجودة هنشوف مع بعض بعض الحلول اللي ممكن بيها هنتغلب على مين يعني يكون عندنا بيجيز كتيرة وعايزة تقعد في فيزيكالموري حجمها ايه وليل او مليهاش مكان جميل تعال نشوف مع بعض بيقولك في بعض الحلول الموجودة ايه هي خلي بالك احنا هنفرض دلوقت بعض الحلول اللي ايه ها اللي منها نقدر نتغلب على الموضوع احنا ذكرناه ان عندك بيجيز كتيرة وحايز فيزيكالموري قليل طيب الموضوع ده ممكن ايه نتكلم فيه ونقول ان احنا عندنا اللوجيكال ادرس سبيس كان بيه ماتش لارجر يعني ايه يعني اللوجيكال ادرس اكبر بكتير من الفيزيكال ادرس سبيس معايي جميل طيب في الحالة ده جماعة بيقولك طب انت ممكن تعمل حاجات بسيطة جدا ايه اذا كنت يبقى فيه مشاركة ها مشاركة فيين في البيجيز يعني لو عند عدد من البروسز محتاجين فيزيكال فريم معين مش كده ها احنا ممكن نخلوهم يتشاركوا مع بعض ويو ايه ايه ويو ايه ويو ايه ويو ايه ويو ايه ويو اي اتشاركوا مع بعض في بيجيز معينة واحدة او اتنين بحيث ان احنا ايه ها نحطهم كلهم فين في الزاكرة جميل دي احد الاساليب يبقى ايزان مالطبال جوبز الجوبز اللي ايه ها متعددة كان شير زي سين فيزيكال سبيس يبقى كده احنا وفرنا اماكن بدل ما كانت كل بروسز لها البيجي بتاعتها موجودة لا احنا ايه هنتشارك في ايه في نفس البيجيز مالطبال جوبز كان شير زي سين فيزيكال سبيس ايش ويز اتس اون ها لارجر جميل وكل واحدة لها ايه اللي ايه الخاص بها هي جميل جميل اذا دي بعض ايه بعض الحلول في حلول تانية ايه ايه ان احنا نعمل سيجمنتشن او نعمل كنتونيوس ميموري اللي احنا اتفقنا عليه كان بيه كنتونيوس او ايه ها سيجمنتد برضو بعض الايه تغلب على بعض الحلول لكن زهر يا جماعة دلوقتي مفهوم جديد اسمه ايه الفيرش والسبيس او ايه الفيرش والميموري بمعنى ايه بمعنى بيقولك انا ممكن او او اخلي البروسيس تتوهم ان هي فعلا شغالة على طول بس بطريقة او بحيلة زكية شوية ايه هي؟ اقول لك لو نفرض ان احنا عندنا عدد من البيجي للبروسيس بيج وان زيرو وان وطو على سبيل المثال بفرض ان البيجي زيرو وان لقيت اماكن هنا في الفيزيكا الممرأة وقعدت وخلاص وانتهت وبيجي اتنين عايزة تعود هي كمان طيب تعود ازاي؟ طيب احنا لو لقنا لها مكان هنقعد طيب افرد ملق انها لاش مكان لم نجد لها مكان نعمل ايه؟ بيقول لك بسيطة جدا نخدها مؤقتا على الباكينجستور او واصبح الباكينجستور دوت بالنسبة لي واعتبر ايه؟ ايوه حاجة كده زاكرة بس مش موجودة دا احنا قعدناها فترة مؤقتة مش كده؟ او زاكرة افتراضية بحيث ان احنا قعدنا البيجي 2 دي لمفترة مؤقتة حين تنتهي بيجيس من البيجيس اللي موجودة وتخرج ممكن يبقى ان اقعدها مكان معايا يا جماعة اذا في الحالة ديت احنا عملنا خزنا تخزين مؤقت لبيجي من البيجيس بتاعت البروسيس اللي مكانش لها مكان وعمالها ايه؟ تضوع على فريم مش لقيا فريم توقعت فيها؟ خزناها تخزين مؤقت على الباكينج ستور وبعد كده لما فضلت فريم معحددة معينة وخرجت البيجيس منها دخلناها في المكان الفاضي كده احنا عملنا ايه؟ اه عملنا خلينا البروسيس تتوهم ان كل كل البيجيس بتاعتها بتخدم دلوقتي وحاطة في دماغة ان البيجيس بتاعتها كلها بتتنفس على معالفزيكال ميموري ما احنا خدمناها مش كده اقول لها يا جماعة اه ده بدأ بداية المفهوم يا جماعة الفيرشوال ميموري الفيرشوال سبيس ان ايه؟ انك تتخيّل تتخيّد ان في ايه مكان افتراضي بتخزن في البروسيس بتخزين مؤقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته